هناك ترابط فيما بين العراق وسورية ومصر هذا الترابط ترابط جغرافي من جهة من الجهات وترابط تأريخي سياسي واجتماعي من جهة أخرى وترابط حضاري واضح هذه المناطق العراق سورية ومصر يتضح ترابطها في المشروع المهدوي الأعظم فإننا نقرأ في أحاديثنا الشريفة عن نجباء مصر وأبدال الشام وعن أخيار العراق وهذه المجموعات من نجباء مصر وأبدال الشام مع ملاحظة أن الحديث عن أبدال الشام هنا لا علاقة له بيوم الأبدال الذي مر ذكره الأبدال هنا حينما نتحدث عن نجباء مصر وعن أبدال الشام هذه منزلة إيمانية صفة إيمانية الأبدال الذي مر ذكره قبل قليل إنه يوم الأبدال هذا يوم التبادل فكل شيعة التحقت بإمامها فشيعة السفياني التحقت بإمامها السفياني وقد جاءوا من العراق وشيعة المهدي التحقوا بإمامهم المهدي وقد جاءوا من بلاد الشام إذن هناك نجباء مصر وهناك أبدال الشام وهناك أخيار العراق هؤلاء سيشكلون جانبا مهما من المجموعة التي عبر عنها بمجموعة العدة وهم الثلاثمائة وثلاثة عشر أن جباء المصريون منهم والأبدال الشاميون منهم والأخيار العراقيون منهم تلاحظون هذا الترابط واضحا ومثل ما قلت قبل قليل هناك ترابط جغرافي من جهة وترابط تأريخي من جهة ثانية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي عبر التأريخ وإلى يومنا هذا وهناك ترابط حضاري فضلا عن جهات كثيرة أخرى يمكنني أن أتحدث عنها لكن الحلقة ليست معدة لهذا الموضوع لماذا نقلت الحديث إلى مصر؟ لأن أحداث سورية ترتبط بأحداث مصر العنوان الخامس مصر وأحداثها إنني أقرأ عليكم من كتاب الإرشاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قم المقدسة صفحة 536 المفيد يروي عن الفضل بن شاذان عن معمر بن خلات عن أبي الحسني أبو الحسن إمامنا الكاظم وقد يطلق على إمامنا الرضا أيضا وإن كان معروفا حينما يراد إمامنا الرضا يقال هكذا عن أبي الحسني الثاني على أي حال معمر بن خلات هذا يروي عن إمامنا الكاظم ويروي عن إمامنا الرضا أيضا وقد تكون روايته كأني برايات من مصر مقبلات خضر مصبغات حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات صاحب الوصيات هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذا العنوان نحن نعرفه في ثقافة العترة الطاهرة صاحب الوصيات هو سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كأني برايات من مصر مقبلات خضر مصبغات الرايات المصرية المناصرة لإمام زماننا رايات خضراء بحسب الرواية هذه ماذا قالت الرواية خضر مصبغات فهي رايات خضراء ولكنها صبغت برموز بإشارات بكلمات بشعارات لكن اللون الغالب عليها هو اللون الأخضر مثلما الراية اليمانية راية بيضاء والراية الخراسانية راية سوداء الراية السفيانية راية حمراء وقد يرفع أيضا راية خضراء لكن الراية الأصل للسفياني هي راية حمراء إنها راية بني أمية الراية المصرية المهدوية المهدوية راية خضراء مصبغة فيها إشارات فيها رموز حتى تأتي الشامات والشامات هي سورية حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات يبدو أن هذا الحدث سيكون بعد القضاء على السفياني ليس هناك من ذكر للسفياني وليس هناك من إشارة إلى أن الرايات المصرية هذه جاءت كي تناصر إمام زماننا في مواجهة السفيانيين إنها جاءت تناصر الإمام بغض النظر عن السفياني وغيره كأني برايات من مصر مقبلات خضر مصبغات حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات تلاحظون أن التواصل والترابط بين مجريات الأحداث في سورية وفي مصر منطقة الظهور مترابطة أنا لا أتحدث عن العراق وسورية ومصر فقط منطقة الظهور بكاملها منطقة مترابطة من إيران إلى العراق ومن العراق إلى تركيا ومن تركيا إلى سورية فلبنان ففلسطين فالأردن إلى السعودية وإلى اليمن إلى اليمن الشمالي وإلى اليمن الجنوب وإلى عمان وإلى سائر دول الخليج العربي إلى الكويت وبقية الدول الخليجية في الخليج العربي هذه هي منطقة الظهور ويضاف إليها مصر فمصر عين من عيون القلادة في منطقة الظهور من هنا جاء اهتمام أمير المؤمنين بمصر ومن هنا كثرت المؤامرات على مصر في السابق وفي الحاضر أيضا ومن هنا ركز البرنامج الإبليسي على مصر فكان للبرنامج الإبليسي من النشاط المتنوع والمفصل في مصر أأخذكم في جولة سريعة في نهج البلاغة الشريف كي نتلمس اهتمام أمير المؤمنين بمصر وهذا الاهتمام هو هو سيكون من قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأدل دليل فإن مجموعة النجباء ستكون في الأمة المعدودة في المجموعة القريبة في مجموعة قيادات العالم نجباء مصر وأبدال الشام وأخيار العراق أنصار الإمام من الدول الأخرى وخصوصا من إيران لهم حظ وافر في نصرة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه نهج البلاغة الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في بداية خلافة أمير المؤمنين أمير المؤمنين بعث بأهم رجاله إلى مصر بعث بقيس بقيس بن سعد بن عبادة وكان من رجال أمير المؤمنين من الذين يعتمد عليهم اعتمادا كبيرا لكن المؤامرات والخيبة في شيعة العراق اضطرت أمير المؤمنين أن يعزل قيسا هذا أن يعزل قيس ابن سعد ابن عبادة مع أن الرجل ما صدر منه نقص ولا عيب لكن الظروف التي صنعت حول أمير المؤمنين وابتداء من خيبة العراقيين ومن خيبة الذين قالوا إنهم شيعة لعليين تسلسلة الأحداث والظروف حتى جرى الذي جرى كان أمير المؤمنين يريد أن ينصب هاشم ابن عتبة هذا بطل من أبطال أصحاب أمير المؤمنين هاشم هذا أمير المؤمنين كان يحب أن يوليه مصر ولكن الأحداث من حول أمير المؤمنين ما سمحت له بذلك في صفحة السابعة والخمسين من الطبعة التي أشرت إليها إنه الكلام الثامن والستون حينما قلد محمد ابن أبي باكر مصرا وقتل محمد ومحمد من أقرب الناس إلى أمير المؤمنين لكنه كان مضطرا أن ينصب محمد ابن أبي باكر لو لم تكن الظروف استثنائية لكان قد نصب هاشمة ابن عتبة لذا فهو يقول وقد أردت تولية مصر هاشمة ابن عتبة حين جاء خبر مقتلي محمد ابن أبي باكر لقد قتلوه شر قتله ومثلوا بجثته ردوان الله تعالى عليه وقد أردت تولية مصر هاشمة ابن عتبة ولو وليته إياها لما خلى لهم العرصة ولا أنهزهم الفرصة بلا ذن من لمحمد ابن أبي بكر ولقد كان إلي حبيبه وكان لي ربيبه فمحمد حبيبي وأنا الذي ربيته بلا ذن من لمحمد ابن أبي بكر ولقد كان إلي حبيبه وكان لي ربيبه أفضل رجاله أفضل رجال أمير المؤمنين وجههم إلى مصر أو كان ينوي أن يوجههم إلى مصر لأن لمصر منزلة ومقاما مشهودا عند أمير المؤمنين وماذا نقرأ أيضا حينما وجه محمد ابن أبي بكر إلى مصر ماذا قال له واعلم يا محمد ابن أبي بكر أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر إنهم أعظم أجناد علي في نفسه فلا نستغرب أن النجباء يخرجون من مصر وأن الرايات الخضر ستخرج خفاقة من مصر إلى الشامات كي تهدى إلى ابن صاحب الوصيات مثل ما قال إمامنا الكاظم صلوات الله عليه واعلم يا محمد ابن أبي بكر أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر وماذا أيضا لقد أرسل رسالة إلى المصريين سيد الأوصياء حين ول عليهم مالكا الأشتر رضوان الله تعالى عليه خيرة رجاله وأفضل قواده لقد آثرهم على نفسه بمالك كما قال لهم هكذا كتب لأهل مصر إنني أقرأ من الصفحة السادسة بعد الثلاثمئة إنه الكتاب الثامن والثلاثون من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غاضبوا لله حين عصي في أرضه إلى أي شيء يشير أمير المؤمنين إلى المصريين الأبطال الذين تحركوا من مصر باتجاه المدينة وثاروا على عثمان بن عفان أمير المؤمنين يشير إلى موقف المصريين الأبطال والذين هاجموا داره بعد ذلك وشاركوا في قتله من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غاضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاعن الضاعن هو المسافر فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه إنه يتحدث عن أوضاع البلاد في ظل حكومة أبي بكر وعمر وعثمان إلى القوم الذين غاضبوا لله حين عصي في أرضه من قبل خلفاء السوء وتحديدا من قبل عثمان إلى القوم الذين غاضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاعن فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه إلى أن يقول فإن أمركم إن أمركم مالك الأشتار فإن أمركم أن تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري هذا هو التسليم الحقيقي فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم ولكن مالكا قتل مثل ما قلت لكم فإن مصر منذ سالف الزمان تتعرض لمؤامرات ومؤامرات كبيرة وإلى يومنا هذا وهذا عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر إنه النص الدستوري المختصر في سطوره وعبائره العظيم الواسع في دلالته ومضامينه ومضامينه عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر حين ولاه أمر مصر فكتب هذا الدستور للمصريين بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك ابن الحارث الأشتر في عهده في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها إلى آخر ما جاء من التفصيل العظيم والعظيم جداً في هذا في هذا العهد المميز والمشحون بكل حكمة وبكل منطق علوي مشرق رائع من جملة ما قاله سيد الأوصياء في هذا العهد الذي كتب في العراق إلى مصر يقول لمالك الأشتر إن شر وزرائك في مصر الذين سيحيطون بك حينما تصل إلى مصر إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً من كان وزيراً في حكومة أبي بكر أو في حكومة عمر أو في حكومة عثمان فأولئك هم الأشرار الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين وإنما يتحدث أمير المؤمنين بهذه الصراحة لأن المصريين كانوا على وعي وكانوا على دراية وكانوا على معرفة بهذه الحقائق ولذا خرجوا ثائرين باتجاه المدينة ونجح ثورتهم لقد قمعوا ظلم عثمان وظلم صهره مروان ابن الحكم لعنة الله على مروان وعلى أبيه الحكم هذا هو الوزغ ابن الوزغ كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله سلطه عثمان ابن عفان على رقاب المسلمين لأنه كان زوج ابنته كان مروان متزوجا من بنت عثمان إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكون لك بطانة فإنهم أعوان الأثمة الأثمة أبو بكر وعمر وعثمان فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة ويقول أيضا في عهده أمير المؤمنين لمالك الأشتر وهو يحدثه عن القضاة عن الرجال الذين سيتصدون للقضاء ويقول أمير المؤمنين أيضا وهو يحدث مالكا الأشتر عن تنصيبه للقضاة والحكام بين الناس فمن جملة ما جاء مذكورا في هذا العهد الشريف وأعطه أعط هذا الذي تنصبه للقضاء وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك المراد من اغتيال الرجال له من تشويه سمعته ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر في ذلك نظرا بليغا إلى أن يقول أمير المؤمنين فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار إنهم أبو بكر وعمر وعثمان فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا هذا الكلام عن الزهد أكاذيب أكاذيب هذا هو الواقع بالضبط مثل ما يحدثونكم أخاطب الدخيين وشيعة البتريين مثل ما يحدثونكم عن زهد مراجعكم وهم كذابون أفاقون لأن الزهد إذا كان عند إنسان مخلص وكان زهدا حقيقيا فإنه يورث الحكمة فإن ينابيع الحكمة ستتفجر من القلوب على الألسنة فأين هي هذه الحكمة المتفجرة من قلوب هؤلاء الحثالات الذين يقال لهم بأنهم آيات الله العظمى أين هذه الحكمة المتفجرة نحن لا نرى لها لا عينا ولا أثرا ولا رائحة ولا شيئا من قريب أو من بعيد له علاقة بهذه الحكمة فإن هذا الدين قد كان أسيرا في عيد الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا المصريون كان فيهم من هو على وعي بهذه الحقائق ولذا كتب أمير المؤمنين لهم ما كتب في هذا العهد معرفة الحقائق ووعي الأشياء هو الذي يميز الناس وهذا هو الذي ميز المصريين عند أمير المؤمنين ومرت كلمات أمير المؤمنين واضحة أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والخمسين إنه الحديث السابع والأربعون بسنده نقله المجلسي نقله عن معاني الأخبار للصدوق بسنده عن عباية الأسدي من أصحاب أمير المؤمنين في الكوفة عن عباية الأسدي قال سمعت أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله إنني أقرأ مثل ما جاء في النص سمعت أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وهو مشتكن وفي بعض النسخ وهو مشتمل مشتمل بعباءته وهو مشتكن أي كان مريضا هذا المراد وهو مشتكن إذا كان التعبير بهذه الصيغة قد ورد في العاصل ففي نسخة أخرى وهو مشتمل أي قد اجتمل بعباءته وأنا وأنا قائم عليه ماذا قال أمير المؤمنين لأبنينا بمصر منبرة ولأنقضن دمشق حجرا حجرا تلاحظون هناك ترابط ما بين ما يجري في دمشق في سوريا وما يجري في مصر لأبنين بمصر منبرة ولأنقضن دمشق حجرا حجرا ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كوار العرب الكوار هي العواصم المدن الكبيرة العواصم السياسية العواصم التجارية الموانئ على البحار التي تكون كبيرة ومشهورة ومعروفة هذه هي الكوار ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كوار العرب ولأسقن العرب بعصايا هذه لأخرجن اليهود والنصارى من كل كوار العرب هذا يعني أن التطبيع قادم قادم أن التطبيع قادم لكل البلاد العربية لأن مراكزهم وسفاراتهم ومؤسساتهم ستكون منتشرة في البلاد العربية ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كوار العرب ولأسقن العرب بعصايا هذه لأنهم عبيد لا تشتري العبد إلا والعصى معه إن العبيد لأنجاس مناكيد إنهم عبيد لجهلهم وعبيد لعجولهم لعجول السياسة وعجول الدين المكذوب على محمد وآل محمد من الشيعة أم من السنة على حد سواء ولأسقن العرب بعصايا هذه قال قلت له عباية الأسد يا أمير المؤمنين كأنك تخبر أنك تحيا بعدما تموت ربما كان الأمير يشير إلى رجعة من رجعاته فهو صاحب الرجعات لكنه هكذا قال هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب يفعله رجل مني فما ينسب إلى الآباء هو ينسب إلى الأبناء وهذا جزء من معاريض الكلام عندهم في أحاديثهم ورواياتهم وكلماتهم الشريفة موطن الحاجة هنا هناك ترابط ما بين الذي يجري في دمشق والذي يجري في مصر وهناك نقطة واضحة من أن الدولة المهدوية القادمة ستجعل مؤسساتها الإعلامية في مصر ومصر منذ زمنها الأول كانت موطنا للإعلام حتى في الأزمنة القديمة ألا يقولون إذا أردت الخطابة فعليك بمصر وإذا أردت الشعر فعليك بالعراق فإذا أردت الخطابة فعليك بمصر فمصر مصر الخطابة ومصر مصر القلم والبيان وفي زماننا مصر مصر الثقافة المتميزة فيما بين البلاد العربية لأبنين بمصر منبرا ولأنقضن دمشق حجرا حجرا هذه صورة واضحة وصريحة من أن المؤسسة الإعلامية الكبيرة للدولة المهدوية القائمية ستكون في مصر قطعا الذين سيشتغلون عليها ويشتغلون فيها المصريون وهذا ما هو بغريب كما قلت بالنسبة للتأريخ المصري وللحاضر المصري أنني أتحدث عن الجانب الإيجابي وعن الجانب الممدوح وعن الجانب الجميل في مصر فمصر كسائر البلدان فيها الجانب القبيح وفيها الجانب الجميل حينما يكون الحديث عن علي وآل علي فإننا نتحدث عن الجانب الجميل في مصر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر